اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله طيب معنى تليفون تاني من ياسمين ألو ألو ياسمين طيب حاول تكلمينه مرة تاني معنى تليفون تاني شوية كده بصي بقى سمكة اسمها البوري أه البوري طبعا معروف البوري طبعا حلو مالوش حل سدقي بقى ان هو ظهوره في المنام معناه ان الحاجة تبور لو بنت تقعد من غير جباز لو بضاعة تقعد من غير البوري ده جاي من بور حاجة بور حتى والله انا اعرف دكتورة في علم الطاقة قالتلي ان الواحد بعد ما بيأكل سمك البوري بيحس بطاقة نفسية سيئة جدا لان هو اصلا كائن حزين يا عيني احنا معزبينه كمان اه اه او حزين ونعمله في سيخ ونكله مشوه حاجة يعني هو هو حزين اه انا اخذ تليفون من زينب ونرجع نكمل قالو يا زينب ايوه ايوه اتفضلي اتفضل ايوه اا لو سمحتي انا حلمت حلم من فترة اه احلمت ان ابني كان انك كتب كتابه بعد ابني ما كتب كتابه بحوالي اسبوع كده حلمت ان احنا بنكتب كتابه تاني بس بنكتبه في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر اه و بس انا مستغربة بقولهم احنا بنكتب الكتاب ليه ما احنا كتبناه خلاص ليه بنكتبه تاني طب بص انا هقولك على حاجة اولا هنا المقابر متخوفش هنا لان القبر بيت اه تمام فكون ان هو ممكن يكون كتب ولسه ما دخلش اه وكان لسه ما تجوز اه جوز بعد قبل سنة اه فده معناه الدخول بقى بالمرأة القبر البيت اللي يشوف ان هو بيحفر قبرا ان هو بيبني بيتا ما تخدش خالص يعني ربنا يخلهولك يا رب اهو اتجوز خلاص وخلف ربنا يبريكلك فيه وفي ولاده يا رب اهو انه بسكل كتير يعني على طول في مشاكل في مشاكل في مشاكل ليه بس مش عارفة والله اهو نصيبه بقى يلا بس اقرأت القرآن في البيت يعني انت طبعا امه طبعا ادعيله الام ما شاء الله بيقولك يعني دعوتها على طول تصيب يعني ولما تموت الام يقولك ماتت من كنا نكرمك لأجلها فانت ادعيله كتير ادعيله 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 وخلي بالك ان الدعاء بغير القدر لو هو قدر اللي قدر الله ان هو ينزل من البيت لقدر الله يحصل له حاجة وامه بتدعيله مش هيحصل له حاجة يغير الله الاخدار وينسخ الدعاء ينسخ اشياء يعني اقدار بينسكها يعني شيلها طيب شكرا لك يا مدام زينا بمعانا تليفون تاني من مي الو الو مي طيب حاولي تكلمينا مرة تاني احنا قلنا على البوري لأنه هو سمكة حزينة اه تعالي بقى نتكلم على الارموت ده وحش اوي يا صوفيا ده ده مقرف اوي اه يعني صعب اوي بص حاوليك على حاجة ده بيحب يعيش فين في الاماكن اللي فيها اعرف كده الضحلة اللي هي فيها قزارة بيعيش في القزارات لأنه هو عامل بالزبط بالزبط زي الخنزير بس ده مائي ده مائي اسمه من حيوانات الجلالة اللي هي قزرة اللي هي تعيش على القزارات فدي حرمها رسمي انها تؤكل ده فيه ناس بتعملها طواجن يا بنتي اه طب هم ليه بجد بيعملوه كده اندي مقرفة اوي عشان مليانة لحم طب اللحم ده هي ربطه منين ما ربطه من القرف طيب يعني انتي دي ما وحشة وحشة اوي 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 فرؤيتها في المنام ان انتي هتكتسب المال ولكن فيه شبهة حرام حرام وخصوصا كمان البركة البركة دي بيقولك انها امرأة سيئة السلوك والسمعة فلما تيجي تاخد ارموت من بركة معنى كده ان انت خدت زي ما قال الرسول صاحب اياكم خضراء الدمن خضراء الدمن اللي هي ايه المرأة الجميلة من بيئة قذرة يعني ابوها امها يعني مثلا كانوا مش كويسين سلوكيا وطلعت البت زي الامر شوفيها كده فرعة وحلوة وجميلة طب دوري على اصلها بقى بذلك ايه اصفر بذات الدين تربت يدك كده طيب صوفيها معنا تليفون تاني من مدام رحاب اهلا الو ايوه 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 اكلم الدكتورة لو سمحت اهلا بك انا بحبك او يا دكتور يا روح قلبي ربنا يخليك وبتبح حضرتك دايما ربنا يخليك ده شرف لي ممكن تسمعينه بص من التليفون يا مدام رحاب يا دكتور مع حضرتك انا حببتي اهلا بك حاضر ات في التلفزيون تفضلي بقول لحضرتك يا دكتور دايما بحلم ان جوزي بيتجاوز علي عندك بنات ات في حودة التلفزيون حودة واولنا بالتلفزيون وقت ياوز فيه دايما بحلم ان جوزي بتجاوز علي الاول كان بيدخل علي بواحدة منطاقبة وعايزة تشده من ايده وتخرج به من الشقة فانا كنت بمنحها وبعد كده بقيت مباسرة بيبقى يقول له انت كنت فيهن يقول لنا اتجوزت او كده ودايما بحلم ان هو دايما بيجوز علي انت عندك بنات ايه عندك بنات لأ مش عندي بنات انت عندك ايه طيب عندك عندك ولدين الله يباركلك فيهم الله وماني طيب هو جوزك برضو يعني مش برضو برضو دي يعني جوزك يعني طيب ستات وكده ولا الرجل في حاله كده وبتاعه والله هو غامض كده دايما ونخاف عنه حاجة لا لا طالما غامض لا خافي منه رجال بصي اذا تكرر المنام اكتر من ثلاث مرات اعرفي انها رسالة يلا احنا بنحب نهدي لا لا بس صوفيا انت قلت قبل كده ان الراجل لو بيخون مراته في علامات معينة مثلا جايلها بيعرج اه اه انا لسه فاكر احنا بركز بقى عشان لو جالي انا بقول لها لو جات لك تلات مرات يبقى دا علامة دي علامة يا مارد ام يعني اه انتبهي دعبسي وراه فاتش تسمعيش كلام تسمعيش كلام يا رائعي يا رائعي طب كويس ما يدخل عليها بوحدة ابقى على علم طب على قلق اكون متحضرة للوحدة اللي جايها لدي مش كده طبعا طيب ميش شكرا لي كمانا تليفون تاني الو مين الو الو ما فيش تليفون الفيسيخ الفيسيخ الله الفيسيخ والرنجة بقى بتحبيهم اوي هم في الحقيقة حلوين لكن في النوم مش حلوين خالص معناهم ايه بقى لا وحش كل ما هو مالح او حادق خالص يعني هو ده جاي من من رزق حتى غديه بصعوبة يعني بمرار زي ما بيقولوا ويريت ومشبع لان احنا بنكله ك يعني مقبلات ولا احنا بننزل فيه ده الفيسيخ والرنجة نغطص مش مقبلات مفروض هي مفروض مقبلات مفروض مقبلات ده فين ده فقا يبلد يعني مفروض الناس كده لكن احنا بننزل فيه بركبنا فالفيسيخ في النوم مش حلو مش حلو لاني جاية برضو من الرائحة فده معناه سيرة غير عطرة يعني سيرة وحشة تمام طبعا الفيسيخ حيصاحبه البصل والبصل احنا متفقين على انه مال حرام صح ولا لأ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل منكم سوم او بصل فليعتزل مجلسنا يعني مش واكل في توم وبصل ويجاي تصلي معانا انت بتأذي على فكرة الملكين فاحنا نزل من راعي للناس اللي معانا دول اللي ياكل الكرافس ياكل التوم ياكل البصل ويقعد عادي كده لا اقصد سنانك في حاجات تسمعها يعطر نفسك فيه قوي بس خلي بالك من الاتنين دول دول اهم ناس دول لازم ريحتك تبقى حلوة عشان دول الملكين قبل ما اجي ابوسك او اسلم عليك انا براعي اللي معايا دول يشموا مني احلى رائحة كده فهمت زي طيب معانا تليفون من ماريام الو الو ايوات فضالي اا اكلم دكتور صوفيا اهلا بيكي اهلا بيكي اعلا الو اهلا بيكي حبيبتي ازاي حضرتك حرفتي عملا ايه الحمد للأكل صان طيبة اا حضرتك طيبة فضالي معلوف عندي حلمين اول حلم انا حلمت ان انا واخويا كنا ابن سطاد جنبري الله وحطنا في كيس اسود وبعد كده رجعنا بالبيت ووريته البابايا كان راجع من السفر ونايم عندنا في البيت حلو حلو الجنبري وفتحت يعني الجنبري الكيس كده ووريته وقلت له ان انا واخمد يعني صادنا الجنبري ده وكنا مبسوطين يعني طيب حلو حلو ابشري عموما هو البحر البحر في المنام احسن من النهر مئة مرة اه احنا كنا مصطادينه من بحر من بحر ما هو ما في البحر اصلا فكون ان انت تاخدي اي حاجة من البحر فده معناه رزق ربنا حيدورك من حيث لا تحتسلي الجنبري على مقدار الجنبرياية كل ما كبرت كل ما كان العز اكتر او الرزق اللي جايلك شايل ومحمل ما شاء الله يعني اه حتة ان انتو خبتوه في كيس اسود ده معناه ان انتو خافوا على الرزق ده واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان اوه ما تقعدوش تحكوا عشان ممكن تدخل شاركة انت واخوكي في حاجة تمام تجيب لكم الرزق فما تقعدوش تحكوا للناس تمام لحد ما تتم تمام اممكن اقول الحلم التاني بس سريعا او يا ماري اه ماشي هو الحلم التاني ان بابايا مسافر اصلا برا وكان بيشتري لي يعني جاكت فانا شفت الجاكت ده كان مصور لي بعتلي صورته فبقول له يعني يا بابا الجاكت ده قط فمش هيبقى هيبقى قصير علي مش هينفع قال لي ركزي كويس الجاكت شكله حلو فبصيت عليه تاني فعلا لقيته اه طويل اسود وفيه زي فروبني من فوق زي الكوت كده طويل اه انتو متجوزة ولا انسها لا انا انسها اه اه عمرك اديه اه عندي 23 سنة طيب هو هيتقدم لك واحد راجل سبق له جوازة قبل كده اه باباكي هيكون مرجحه جدا 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 لانه غني لانه كل مكان اللي حاجة فيها فارغ وفيها طب وايه لقت انه هو يعني متزوج بالحلم اه اي حاجة فوق بصي اه في حاجة اسمها ازار وفي حاجة اسمها شعار الازار اللي هو تحت اللي هو اللي يلاصق الجسد اه ولكن اللي فوق ده ده اسمه الشعار ده معناه ان انت اه يعني ده حد حد متزوج اه فكماله اوكي فهمه ازاي اه 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 فهو شايف انه هو لا يضر الولد غني ومرتاح وكل ما كان فيه فارغ وكل ما كان غني كل ما كان الفارغ مثلا المينك او الفارغ السعلب كل ما كان هو غني جدا 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 فباباكي بيقول لك ركزي او فكري كويس عشان ده ما فيهش مشكلة انه هو كان متجوز او متجوز اه مش مشكلة مش مشكلة بس هو مرتبط صوفيا قلبي نورتينا كالعادة حبيبتي انت اسلاميني يعني كل سنة كل عام كل عام وانتو بخير حبيبتي ربنا خلي وانشوفك على خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي اشتركوا في القناة